محتمى كان ما شئ الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة هل ما زال له من اسمه نصيب؟ خاصة بعد موجة الاستقالات والانسحابات والانقسامات التي هزت أركانه مؤخرا وجاءت من شخصيات لها ثقلها السياسية ولكن يبدو أن أكبر جسم سياسي سوري معارض ما زال مصرا على البقاء في الساحة فرغم كل الخيبات السياسية والتراجع الميداني الكبير على الأرض والمترافق مع التهجير الائتلاف يجد رئيسا جديدا وهو المرشح الوحيد عبد الرحمن مصطفى والذي كان مكلفا برئاسة الائتلاف بعد استقالة الرئيس السابق والمعارض العتيق رياض صيف عاش الائتلاف المعارض مراحل عدة ومنعطفات منذ تأسيسه أواخر عام 2012 العام الذي شهد اعترافا بالكيان الجديد من قبل 120 دولة كممثل للشعب السوري خلال المؤتمر الرابع لمجموعة أصدقاء سوريا بعدها جاءت توسيعة الائتلاف منتصف 2013 بإضافة كيانات جديدة ليكون الائتلاف ممثلا لأغلب التيارات المعارضة لكنه وقع في فخ المحاصصات السياسية والنزاعات الداخلية والتدخلات الخارجية من الدول الداعمة ناهيك عن نظام داخلي لانتخاب رئيس جديد كل ستة أشهر مساحة زمنية لا تتيح للوافد الجديد بالكاد ترتيب البيت الداخلي في بلد يشهد ثورة وأزمة على جميع المستويات وبعدها تعددت المنصات من موسكو إلى القاهرة والمفاوضات والهيئات من جينيف إلى أستانا رافقها فرض للشروط الروسية على الأرض بينما ظلت المعارضة السياسية وعلى رأسها الائتلاف بلا دعم حقيقي ممن يفترض أنهم أصدقاء وحلفاء فهل باءت كل الرهانات والمحاصصات بالفشل وخسر الائتلاف ورقته الأخيرة أمام واقع انفصل عنه ليصل ربما إلى مرحلة الموت السريري أم أنه سيقوم بترميم نفسه وإعادة حسابته في الوقت بدل الضائع موسيقى ترجمة نانسي قنقر